السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح اشرح لكم كيف تقومون بتحميل مقاطع الكيك باعلى جودة اونلاين بدون الحاجة الى برامج اول شي انا انصح في موقع الكيكبود دوت اب هو افضل مواقع يوجد موقع اخر اللي اسمه كيكليت لكن بالنسبة لي هذا افضل موقع بعد التسجيل فيه تسجيل الدخول طبعا هذه الواجهة الطريقة التسجيل سهلة عن طريق القوغل او عن طريق الدسكورد فيه اشتراك ايضا ممكنك انك تفعل اشتراك اذا كنت تريد تحميل المقاطع بفترة ابكري يعني مجرد عند انتهاء يكون البث انا بالنسبة لي لا احتاج هذا الشي انا سوف اقوم بالذهاب الى منصة الكيك اختيار المقطع الذي اريد اقوم بتحميله بلثوث السابقة انسخ الرابط مجرد اني انسخ الرابط واضعه في هذه المساحة اللي هو الفيديو داونلودر واختار الجودة ثم اضغط على تحميل بعد الضغط على زر التحميل ننتظر قليلا بعد ان ينتهي يأتيك شعار اذا كنت انت في الدسكورد في سيربر الدسكورد الخاص فيهم يأتيك تاغ ويقول لك انه ترى التحميل جاهز حتى تبدأ التحميل بعدها تضغط على زر الداونلود يتحمل عندك البث بشكل كامل اما بخصوص الكليب داونلودر هو شيء يعني جميل اخر ينفعك في موضوع الكليبات انا شخصيا يعني هذه الكليبات على سبيل المثال ما استخدمها لانه الكليبات اصلا فيها داونلود فيها زر الداونلود في ميزة اخرى جميلة اللي هي التعديل اونلاين اللي هي التعديل اونلاين ايش هذه الفكرة انه اذا انت كنت تريد تسوي كليب من البث الحالي الشغال الان على سبيل مثال هذا الكليب او اذا كنت تريد تسوي كليب من مقطع سابق والكليب يكون اطول من 60 ثاني فرح نذهب الى مقاطع الفيديو اول شيء ناخذ المقطع رابط المقطع طيب ثم نضع رابط المقطع بهذا الشكل ننتظر قليلا تمام بعدين نقوم الآن بتحديد نقطة البداية عن طريق الضغط على هذا الزر ثم نضغط على نقطة النهاية للمقطع بعد المشاهدة بإمكانكم ان تشاهدون المقطع طبعا واللقطات اللي تختاروها تضغط هنا نهاية المقطع ثم تقوم بتأكد من هنا ببداية المقطع ونهايته تقدر تشغل المقطع فقط من هنا الى هنا عن طريق هذا الزر تمام ورح يشتغل معاك لكن يعتمد على سرعة انترنت لديك تمام ورح تضغط على علامة شغال 100% تعطي اسم للمقطع وتضغط على الاكسبورت بعد ما تضغط على الاكسبورت تنتظر قليلا تظهر لك اربع ازرار ياما تشاهد المقطع ياما تقوم بتحميله ياما تحوله الى مقطع شورت اللي هو حجم اليوتيوب حجم اليوتيوب شورت او حجم التكتوك ريضز تمام ايضا في خاصية بحيث انك تقطع بحجم اصغر وتقوم بتحميله ايضا بصورة اخرى لهذا انا احبه في ايضا بامكانك انه تنسخ رابط الاعادة المباشرة في منصة الكيك مؤخرا نضافه الاعادة الحية اللي هي انك نفس البث لكن تستطيع انك تشوف الاعادة المباشرة اللي قاعد تحصل الان ايضا تقوم بنسخة هذا الخاص في البث الحالي تقوم بنسخة الرابط ووضعه فوق تمام يسمح لك انك تسوي كلبات على البث الحالي على البث الان الشغال تمام فتنتظر شوية شوف الى الان على ساعة وثمان دقائق ان البث عندي حاليا نوصل ساعة وثسع دقائق فتقريبا الى اخر دقيقة هو يعطيك صراحيا انك تسوي كلبات وتقوم بعملها اذا تلاحظون الكليب هنا طول 12 دقيقة تقريبا انتهى وبامكانك انك تسويه تحميل او انك حتى تشوفه تمام تشوفه عن طريق شغال 100% حاليا لاني قاعد تسوي بث وفاتح كذا شي فعندي شغال المخطاع 12 دقيقة تقدر تحوله الى عن طريق هذا الموقع موقع طرف اخر طرف ثالث يعني شريك ثالث في البرنامج يقوم بتحويل الكليب الى حجم الشورت تمام هنا هذا رابط المقطع اللي اسحبه من هنا هذا الكليب تمام هنا تختار القالب اللي انت تريده على سبيل المثال اللي تريد تحطي الكاميرا او بدون تختار هذا القالب مثلا وتنزل تحت يعني فيه تفاصيل اخرى انا ما دققت فيها لكنها تضغط continue editing بعدين تبدأ وتقوم باختيار التفاصيل هنا مكان الكاميرا الفيس كام تقوم بتصغيرها قليلا يعني تحطها على حجم الفيس كام افضل شي انك تتأكد انه حجم الكاميرا يكون مضبوط تمام بهذا الشكل ثم تضغط على next هنا حيكون هذا مكانها لاحقا تضغط على next هنا مكان المقطع الذي تريد ان يظهر اسفل البث ممكن تقططعه بحيتي يكون انه حجمه كامل بهذا الشكل على حسب القالب اللي انت قمت ب يعني باختيار تمام ممكن يكون هكذا ممكن يكون بشكل اخر ثم تضغط على next هنا عنوان المقطع الدقة وبقية اشياء يعني next confirm يقوم بعمله بامكانك الان تحمله وتعمله safe هذا ببساطة طريقة تحميل المقاطع من منصة الكيك مع برنامج الكيكبوت او موقع الكيكبوت بدون الحاجة الى تكاليف اتمنى تكونون يعني استفدتم من هذا المقطع نلقاكم في مقطع اخر